عمان باريس الخبير في الشؤون السياسية والأمنية دكتور بير بيرتيلو أهلا بك دكتور بيرتيلو معنا على سكاي نيوز عربية دكتور توجهات كبيرة تم إعلانها ليس فقط للجانب الروسي ولكن للصيني انتشار أكبر للولايات المتحدة في أوروبا كيف تعتقد سيكون المرحلة القادمة يعني بالنسبة لحلف الناتو البعض يقول هذه توجهات ليس فقط دفاعية ولكنها قد تكون توجهات هجومية من الصعب أن نحدد هذه الأمور نحن نرى إصلاحات وتحسينات في حلف الناتو الرئيس الفرنسي إمانيويل ماكرون تكلم عن أو وصف حلف الناتو بأنه يموت سريريا من قبل وقد دعا لحل هذا الحلف إذا لم يكن هناك انخيرات والتزام من الولايات المتحدة الأمريكية هذا كان طبعا في السابق الآن تغيرت الأوضاع والموقف حلف الناتو هو دفاعي وهجومي ربما في الوقت عينه يتكلمون عن الصين هذا الموقف قد يعد عدائيا أو ربما هجوميا وأيضا دفاعيا بالنسبة لأوروبا الأمر يصعب تحديده ويبدو أن حلف الناتو لن يدخل في أي حرب أو أي نزاع مسلح لم نرى أي جيش أو أي طائرة من الناتو موجودة في أوكرانيا ولكن طبعا هم يقدمون مزيدا من الدعم إلى أوكرانيا ولكن يبدو أنه ما زال على موقفهم لن يتخرطوا في الحرب على الأرض في أعلى أوكرانيا لأنهم يخشون التصعيد مع روسيا لكن دكتور بيرتيلو إذا ما كان الوضع في أوكرانيا والعمليات الروسية في أوكرانيا هي التي أنعشت سريريا حلف الناتو ما الذي ممكن أن يغيرونه بكل هذه القرارات في أوكرانيا هناك تواصل للتقدم الروسي سيطرة أكبر يعني كيف سيكون المشهد الأوكراني بعد هذا الاجتماع مثلا هذا الحلف لديه مشاريع إصلاح وأعضاء جدد ينتسبون له ولكن كل هذا نظريا على الورق أما على أرض الواقع فإن حلف الناتو غير قادر على القيام بأي شيء من أجل إنهاء الحرب لصالح أوكرانيا ومن هنا التفاوت والتناقض بين هذه المظاهر مظاهر النجاح وغياب الاستجابة إلى السؤال الأساسي اليوم كيف نوقف فعليا هذا التقدم السريع للقوات الروسية ما من إجابة عن هذا التساؤل ولكن لأنه نعلم أيضا إذا ما كان هناك استجابة قوية فهذا سيؤدي إلى مواجهة مباشرة مع روسيا التي تمتلك السلاحا نوويا أما بالنسبة إلى الإعلان عن توفير أسلحة مزيد من الأسلحة نعلم أن هذا الأمر صعب لأنه ما من تحكم جوي في أوكرانيا وما من سبيل لتوفير هذه الأسلحة عبر البحر الأسود لأن روسيا تمنع وصول السفن الحلرية ومن هنا نحن أمام عقبة كبيرة تضر بهذا النجاح الظاهر لهذه القمة في مدريد التي تتناقض مع الواقع طيب دكتور بيرتيلو ألمانيا الآن يعني رأينا دعوات أو أهداف جانبية لكثير من الدول الأوروبية مثل جانب الألماني الذي يريد أن يحيي جيشه القديم بشكل أكبر سيكون أكثر تفوقا خلال المرحلة القادمة ميزانيات أكبر هل هذا يسعد الأطراف الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وبريطانيا أم يثير فيها الخوف سؤال وجه للغاية وأعتقد أن هذا سؤال تعنى به فرنسا بطريقة مباشرة طبعا يسر فرنسا أن تقوم دولة شريكة مثل ألمانيا بتعزيز دفاعها وتعزيز جيشها طبعا ألمانيا لا تعد مشكلة استراتيجية ولكن في الوقت نفسه فرنسا تقلق لأن الأسلحة التي سوف يتم شراؤها سوف يتم شراؤها من الولايات المتحدة الأمريكية على الأرجح وليس من فرنسا وأيضا هذه الأسلحة سوف تفيد تعزيز حلف الناتو وليس لتعزيز جيش أوروبي موحد كما كان يطمح الرئيس ماريان ماكرون إذن نحن مسرورون في الواجهة ولكن ضمنيا قد نكون قلقين ولكن من المفيد القول لابد من القول أن ألمانيا هي أيضا شريكا استراتيجيا لفرنسا وتنظر إلى هذه المسألة بطريقة إيجابية لأن ألمانيا هي في قلب أوروبا ويمكن لفرنسا أن تعتمد عليها طيب دكتور برتيلو صحيح هناك تعزيز لقوات الناتو وانضمام دول أخرى لكن كانت توجهات الأوروبية هي تأسيس جيش أوروبي موحد انفصال أو اعتماد على النفس من الجانب الأوروبي بعيدا عن الولايات المتحدة يقال أن العمليات الروسية في أوكرانيا أتت على طبق من ذهب بالنسبة للجانب الأمريكي ارتماع أكثر في الحضن الأمريكي هل تعتقد ذلك؟ بالطبع هناك بعض التصريحات المتفائلة في فرنسا تقول أخيرا استفاقت أوروبا أخيرا أوروبا استعادت قوتها ولكن خلف هذه الظواهر القوة والوحدة هناك واقع مختلف لأن الأزمة في أوكرانيا جلبت هذه أو أدت إلى انتهاء هذا الطموح بتأسيس جيش أوروبي موحد هذه الفرصة التي كانت موجودة منذ عامين أو ثلاثة عندما كان حلف النيتو بوضع سيء الآن تحسن وضع النيتو ولكن هذه الفكرة ماتت ولكن يجب أن نقول أيضا أن التأثير الأمريكي سوف يكون معززا على حساب هذا المشروع الأوروبي بأن تكون أوروبا مستقلة وأن تكون منفصلة عن قوات النيتو هذا أمر لن نراه في الأعوام المقبلة لأننا سوف نضع أو نصق بالولايات المتحدة الأمريكية ونضع بين يديها الدفاع وهذه الأمور التي تقع ضحيتها فرنسا طيب دكتور بيرتيلو يعني حقيقة كثير من الأوصاف اطلقت على تغير وجهة النظر التركية للرئيس أردوغان خلال ساعات فقط من رفض انضمام الدولتين الأوروبيتين إلى القبول بذلك ما الذي تم تقديمه هنا من مساومات باعتقادك أيضا الموقف الفرنسي كيف سيكون بالنسبة للتنازلات التي تم تقديمها نحن لدينا تفاصيل بهذا الشأن ولكن نتخيل ونقدر أن السيد أردوغان حصل على مكان يريد عليه هو يمكنه طبعا أن يعرق العدد من الأمور وأذكر أن تركيا هي الدولة الوحيدة في هذه المنطقة منطقة الشرق الأوسط التي هي عضو في حلف الناتو وطبعا ربما تم التطارق إلى مزيد من الدعم